منتخب المغربي إلى الظهور في منافسات كأس إفريقيا من خلال مواجهة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية برسم الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة لقاء هام بالنسبة لأسود الأطلس الطامحة لتحقيق بداية موفقة رفقة المدرب الفرنسي يارفيرونار موسام الذهبي والتفاصيل في التقرير التالي هو الامتحان الأول للأسود التي تعود من جديد للظهور في كأس إفريقيا الرهان كبير أمام الأسود ومدربهم فالإخفاقات المتكررة في الكان أفقدت المنتخب المغربي هيبته في هذه المسابقة الوضع لربما يبدو مختلفا هذه المرة فالربان سبق له أنقاد منتخبين مختلفين إلى حمل هذه الكأس زامبيا سنة 2012 والكود ديفوار في النسخة الماضية غناغ سيجد نفسه أمام تحدي آخر وهو تجاوز عائق الإصابات التي ضربت صفوف المنتخب المغربي أربعة عناصر أساسية تغيب بسبب الإصابة معطا سيكون إغذي غناغ مطالبا بالتأقلم معه تحضيراتنا كانت صعبة لهذه البطولة وقد قلنا للعبين بأنه يجب عليهم أن يكونوا على أتم الجاهزية عند انطلاق المنافسة التي ستكون صعبة جدا على المستوى البدنية من يفكر في الغيابات لا يمكنه أن يحرز أي تقدم وقد أظهرنا في المباراة التحضيرية بأننا في المستوى المطلوب المنتخب المغربي لم يسبق له أن بلغ ربع نهائي منذ 13 عاما الخطوة الأولى نحو طرد هذا النحس هي تجاوز عقبة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية منتخب الفهود الذي ورغم معاناته من مشاكل مادية إلا أنه يبقى ثالث النسخة الماضية حاليا المنتخب الكونغولي هو أقوى من المنتخب المغربي بلغة الأرقام المنتخب الكونغولي لعب نصف نهائي كأسل عمم الإفريقية في نسخة الماضية كما أنه بطر كأسل عمم الإفريقية للمحلية الشان لكنني دعني أسنبط وتصريح مدرب المنتخب الكونغولي الذي أكد على أنه من يريد أن يتأهل من هذه المجموعة عليه أن يبلل القامس كثيرا وهذه رسالة للاعب المنتخب الوطني المغربي نتمنى أن يستفيد منه لم يسبق للمتخب المغربي أن انهزم أمام مناظره الكونغولي في كأس إفريقيا تعادل في ثلاث مناسبات وفاز المغرب في واحدة فإلى ماذا ستأول ياتورا المواجهة الخامسة المنتخب المغربي بات جاهزا لدخول غمار منافسات كأس إفريقيا مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية ليست مجرد مباراة أولى بالنسبة للأسود بل هي اختبار لقياس مدى قدرتهم على التحليق في هذه المسابقة وسمى الذهب بي سبورتس بيتام وشدد مدرب المنتخب المغربي